اشتركوا في القناة اكتوبر وقصة ليلة المتاريس الشهيرة اغلغت شوارع الخرطوم واستحكمت طرقاتها فلم يعود الوصول بها ممكنا لتصاب طرقها الرئيسة بالشلل وتنصب على اخريات الحواجز الاسمنتية رافضوها يسألون باي حق او باي ذنب قتلت اي الروح التي تهدر في هذه الطرقات ما بين السؤال والجواب ينبض روح الوطن لا احد يدرك المصير الكل يقف على الرصيف فلا احد يبحث عن طوق للنجاة او اجابة لفك اختناق الوطن الجريح حياة قاسية واوضاع اقتصادية مأساوية يكابدها المواطن الاعزل في خضم معركة الامن والامان وتوفير مستلزمات الحياة اليومية ايدك على ايدي زيد الترس قوة الترس دماب تشال الترس وراو ثوار ترسيخا لمبدأ لا يعرف النقوص والاستسلام عند المحتجين فمنذ اشهر مضت لا تزال الشوارع مثقلة بالهتاف الرافض لاجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر تحقيقا لشعار الحرية السلام والعدالة ممسكين باحلامهم المنسوجة في الاذهان اهلا بكم اهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة من برنامجكم دائرة الحدث التي نخصصها للحديث تحت هذا العنوان تتريس الشوارع جدلية السلطة والثورة دعوني ارحب بضيوفي داخل الاستدي ارحب على ايمين الدكتور محمد انور متحدث باسم لجان المقاومة مدينة قرطوم اهلا بك مرحبا كما يمتد ترحابي ايضا للأستاذ يحياء الحسين رئيس حزبي البعث السوداني اهلا وسهلا بك مرحبا بكم اهلا وسهلا بك ارحب ايضا بالأستاذ محمد حكم كما يحلو له عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير اهلا وسهلا بك مرحب بكم مرحب بالأستاذ المشاهدات والأستاذ المشاهد اهلا بكم اليوم سوف نتحدث حول تتريس الشوارع جدلية السلطة والثورة والتساؤلات الكثيرة التي اثيرت حول هذه المتاريس واستمرار المواكب والاغلاق الذي استمر لليوم الثاني والذي دعت له لجان المقاومة وايضا الاستعداد لما سيحدث يوم الخميس تعني ابدأ معك استاذ يحيى الحسين يعني اعملت لجان المقاومة يومي الثلاثة والاربعاء لتتريس الشوارع واغلاقها تماما هل ذلك يعتبر وسيلة لحل الأزمة السياسية السودانية حسب تقديركم طيب شكرا جزيلا التتريس حقيقة والمتاريس هي احدى الوسائل التي يعني ابتدعها الشعب السوداني خلال ثورات متعددة يعني مش اكتوبر اكتوبر يمكن متاريسة قام بيقصودوا بيها يعني سد يعني موقت يعني منافس محدودة الان نحن حقيقة من تقريبا اكتوبر ومن قبل اكتوبر 25 نحن خالدين حرب بين المواطن والسلطة هي ان كانت السلطة حقومة موجودة او غير موجودة السلطة الموجودة التي تمارس العمل السلطوي يعني الشعب السوداني وكل يوم هذه المعركة تزداد ضراوة ويزداد المقاومة ويزداد الجيش البقاوم وتزداد انواع الابداع بتمارس في مقاومة السلطة يقاومون لماذا؟ يقاومون اجراءات حسب لجان المقاومة انهم يقاومون اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر يقاومون اجراءات الخامس والعشرين من اكتوبر هذه الإجراءات كل يوم يعني مرهم في السلطة بيمدهم بزاد يعني الزاد يعني هو زاد لكل الشعب السودان يمدون من دي ماذا يمدون للشباب ده بزاد المقاومة يعني بارتكامهم لجرائم عديدة ويومية الأزمة المعاشية المتفاغمة يوم بعد يوم هذه أسرة على كل الشعب السوداني وقع على كل فئة الشعب السوداني لذلك تجد أن البعض يعني كل الأسرة كبارة وصغارة وشبابة واطفالة كلهم يمدون في الشارع وما بيروا في هذه الإجراءات غضاضة أو بل بالعكس يعني كل يوم يمكن تزاد يعني شكل من أشكال المقاومة والممانعة المتاحة للشعب يعني نقول لك مقاومة سينمية هي سينمية طيب أستاذ يحياني يعني أنا نملك ساعة فقط من الزمن وليكون حديثنا بأشياء محددة لجان المقاومة عرنا تصعيدا يومين الثلاثة والأربع الآن هذا تصعيد مختلف عما يحدث في الفترات الماضية كيف تنظر لهذا التصعيد هو تصعيد يعني أنا برأي أن هذا التصعيد يعني هو تصعيد يعني لكل فعل الرد فعل يعني ديد نظرية معروفة يعني يعني مساول له في الغواء ومضاد له في الاتجاه أنا أفتكر أنه ده الفعل إذا كنت بنعتبر التصعيد الليلة وبكرة وبعد بكرة وبعدها بيوم أنا أفتكر أنه ده فعل يعني أقل لا يساوي يعني درد فعل لا يساوي الفعل إذا كان إنت يعني سعار الوقود تزيد في سبع واحد مرتين أهم تزيد سعار الخبز في سبع واحد مرة ومرتين يعني حتتتظر شروع حتتتظر مزيد من هنا أفتكر أنه ده أسلوب راغي وممانع بشكل ما فيه وسلم يعني ما فيه مشكلة الماء سلمي هو الفعل يعني الفعل ذا إنت بتقتل في المواطن نعم بتقتل فيه إنسان يعني هو راقت فيه بيته يصحى الصباح يلقى بطريقة ذاتا فيها الحميية إذن أنت تقف مع ما يحدث الآن في الشارع وأيضا التتريس الذي يحدث الآن ترى بأنه أفتكر أنه مشروع عادي وسلمي حتى الآن ومع ما يطالبين المتظاهرون أيضا ضد انكلابات الخامس والعشرين طبعا ما حدث في الخامس والأشكتر طيب دعوني أنتقل إلى دكتور محمد أنور متحدث باسمه جانب وقومه يعني الوضع المتاريس على الطرقات وجد استشجان يعني وانتقادات من بعض المواطنين وفي الناس بيقولوا إنه مصالحهم ويكفت بسبب المتاريس دي وما قادرين يشتغلوا بيقولوا يتضجروا إنه المتاريس دي وقفت حياتنا ما قادرين نمشي يعني فلماذا هذا التصعيد الأخير الذي أعلمتموه يومي الثلاثاء والأربعاء وما هو ردكم على ما يقوله المواطنين والحاجة الشكر الجزيل الله يدك العافة وهو حقيقة التتريس يوم الثلاث والأربع هو جزء من برنامج متكامل أصلا نحن من يوم 25 أمتوبر بنعمل في برنامج واضح هدفنا واضح، الزغاط الإنقلاب يعني الهدف بتاعنا واضح تماما هو في الزغاط الإنقلاب والسغاط ده يتيم عن طريق الوسائل السلمية فهو جزء من عملية بتاعة برنامج مكتمل كان قبله قبل يوم الثلاث كان فيه يوم قبله فيه يوم مسيرة أو موكب الأصح يوم الاثنين وكان الغرض منه تضامن مع المعلمين لأنه حصلت مشكلة كبيرة جدا في أنه السلطة الإنقلابية يعني اعتدد على المعلمين في منطقة نيالة وأزتهم وبالتالي كان فيه تضامن من الشعب السوداني وحصلت راحت يعني في هذا الموكب السلمي الشهيد بدوي يعني نترحم عليه من لجان النقاوة وحصلت إصابات كثيرة جدا أكثر من 178 إصابة حسب المتداول وخش فيها السلاح بتاع الخرطوش ذاته لحساس أنه يصيب أكبر عدد ممكن من المشاركين وبالتالي بتلاحظ أنه فيه أشكال سلمية بيتيم شكله له التعامل معها بشكل عنيف وبشكل قاسي جدا والمرض منه تكسير المسألة بتاعت المتاريس زي ما تم التداول في الطربيزة هنا إنه هو يعني جزء من الإرسي بتاع شعب السوداني إنه في تاريخه كان هو موجود شكل سلمي شكل مضغوط وكده لكن محاولة ربطه بتعطيل مصالح الناس أنا أفتكر إنه هو المعطل مصالح الناس هو اللي يعمل حالة من الإنسيدات يعني مثلا الزورت بيخذ تحاويات بكفل الحركة ده هو الحقيقة أنه هو الشخص اللي هو قاعد يعمل غلق لحياة الناس بشكلها الكامل ده البكفل مثلا منطقة بتاعت مينة ويترتب عليه لغاية مينة دي شهور ويترتب عليه أنه والله حتى شركات الشحن ما تجي بورسودان وترتب عليه أنه بورسودان كمحطة ما تبقى مهمة بالنسبة لشركات الشحن العالمية وترتب عليه أن الشحن للسودان تضاعف قيمته لها تاربع مرات ده اسمه تعطيل لمصالح الشعب السوداني لكن المتاريس في رمزيتها في رمزيتها اللي بتعني أنه والله في حالة بتعب غضب ورسالة للنظام السياسي بأنه أنتوا غير مغبولين ويجب أن ترحلوا أفتكر أنه شكل مشروع ونحن من هذا المقام بنشكر جماهير الشعب السوداني ليه لأنه كلما أنت تخذ تقدير هم فوتوك قدام واهم من ظن أنه الشعب السوداني ده نعم هو إتا يعني زي ما أقوله هو دار يقوم كده يتفيه جهة بتقول لا لا أقعد بتكهر ولا بتهجم ولا الكلام ده ما بحصل هو دار يطلع بيطلع لا بوقفه مترياريس لا بوقفه عربات السكنات لا بتوقفه حاجة لكن هي كانت مؤشر واضح النجاح منقطع النظير الحصل خلال مبارح واليوم فإنه الشعب ببارك فعلا الخطوات بتاعت الاقتلاع الانقلاب لأنه الانقلاب ده سوت حياة الناس طيب المواطنون دكتور أنور الذين محمد أنور الذين تحدثون أنا المتاريس زادت من الأوضاع حدة يعني يقولون بأن الأسعار غارية الناس بيقوا بيعانوا في لقمة العيش المواد الاستهلاكية فما بالك إن الواحد يمرق ما يلقم مؤسرات شاني يبني بشيجيبشو حاجة بالنسبة لبيوت بالنسبة أيضا للمستشفيات والمرضى اللي عايزين يمشو هكذا تفاصيل ما هو ردكم؟ التشخيص الصحيح للمعاناة بتاعت الشارع ككل هي اللي بتعمل فيه الحكومة هاليا النظام الإنجل هاتي التدريس دمه هو وسيلة في حد ذاته ما برنامج هو وسيلة محدودة لزمن محدود ليصار رسالة معددة لكن الحقيقي اللي بيغلي البنزين والبيغلي العيش والبيكتل الناس في الشوارع والبيهاجم الناس في البيوت والزي ما بقوله خلق حياة الناس ضنك دي هي السياسات اللي هي عاملاها السلطة الحاكمة واللي بيموجب كده الناس ويكفت موقف وانا دارى ميز بين حاجة واضحة جدا انه السلطة دي نحنا ما بنعارضها نحنا السلطة دي دارين نقلع ودفرق كبير يعني الفكرة مش انها هي اللي دي نظام ديمقراطي وانحنا بنمارس نعم من الضغط عليها عشان هو يقوم صحح ولا غير ولا كده لا لا نحنا هنا نحنا رافضنا نحنا دارين نزغط هذا الانقلاب ده موقفنا وواضح كده سأعود إليك دكتور محمد سأنتقل إلى سيد محمد حاكم سيد محمد يعني كيف تنظر إلى إجراءات التصعيد التي كانت بها لجان المقاومة يومي الثلاثة والأربعاء الجدول الموضوع حسب حديث دكتور محمد أنور وأيضاً أريدك أن تتحدث لي حول أيضاً ما يقوله المواطنون عن أن المتاريس التي توضع تعطي الحياة ومنهم يتزمرون منها طيب في البداية تحية للشعب السوداني الصابر الصامد والسائر منذ سنوات على نظام البطش والتنكيل وتحية للذين هم أكرم منها شهداء الثورة السودانية والمصابين مع أمنياتنا ليهم بعاجل الأشفاء التصعيد الذي تم في الشارع في اليومين الفاتت هو استمرار لحالة تصعيدية منذ فجر الإنقلاب 25 أكتوبر الإنقلاب الذي لم يجد أحداً يدعمه قبل إزاعة بيانه في حادثة تاريخية لم تحدث من قبل قبل إزاعة البيان كان الشعب السوداني كله ترس الشوارع مستند على إرس قديم من أن تتريس الشوارع هو تعطيل للحياة الرسمية لكن عنده الأبعاد الإنسانية يعني ما يقال عن أن حياة الناس فيه خطر الناس لا يستطيع أن تزاول النشاطة التجاري أنا أظن أن هذه التاريخات لا أساس لها من الصحة إطلاقاً وجودنا الآن هنا يؤكد بأن المصير على الوصول إلى منطقة ما بإمكانه الوصول إليها أنا اليوم كنت في طرقات الخرطوم شارع محمد نجيب شهدت بأم عيني سيارة إزعاف تم فتح الترس لعبورة فهؤلاء السوار بعدهم الإنسان عالي جداً هم يضحوا بالأرواح من أجل السودان لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعطلوا مسيرة لرجل يريد أن يعمل لمرأة تريد أن تصل إلى المشفى لأي أن كان حتى أصحاب الزيارات الاجتماعية العادية بإمكانهم والمرور إن أوضحوا للتروس بأن هناك حاجة عاجلة في عبورهم طيب هل نستطيع أن نقول بمعنى ماذا؟ المتاريس هي الحل الآن في هذه الفترة هي جزء من الحل هي سلاح مقاومة نحن لدينا مجموعة من الأسلحة المواكب الاعتصامات التتريس العصيان المدني الشامل الإضراب السياسي مجموعة من أدوات المقاومة السلمية لمواجهة آلة القمع التي تواجهنا في المواكب وتواجهنا حتى داخل البيوت نحن نريد عن طريق هذه الأدوات السلمية أن نصل إلى ما نبتغيه من دولة مدنية ديمقراطية وإسقاط كامل للإنقلاب وإعادة العسكر إلى السكنات لممارس ودورنا الطبيعي في حماية الدستور وحماية البلاد وليس حكم البلاد حكم البلاد هذا تقوم به مجموعات مدنية سياسية لا علاقة لها بأي عسكري وربما ربما هم يعلمون ذلك ولكن لأنه سنوات طوال كان الجيش يحكم من خلف ستار ومكنت للمؤسسة العسكرية النظام السابق مكن المؤسسة العسكرية وحول لمؤسسة منتجة اقتصاديا لذلك تشبس بالسلطة أصبح أكثر تشددا وتطرفا ولكن الأكثر تشددا في الوصول إلى مبتقاء هو الشعب السوداني نعم طيب سأعود إليكم باستكمال هذه الحلقة مشاهدين فاصل سنعود بعده لاستكمال أحداث السودان أهلا بكم مجددا مشاهدين العزاء متابعي دائرة الحدث من سودانيا 24 وهذه الحلقة التي خصصناها للحديث حول تتريسا للشوارع جدلية السلطة والثورة سأنتقل إلى أستاذ يحياء الحسين أستاذ يحياء اليوم انعقد اجتماع مشترك لوالي الخرطوم ونائب رئيس هيئة الأركان وأيضا نائب مدير قوات الشرطة هذا الاجتماع انتهى بتشكيل قوات مشتركة في ولاية الخرطوم بغرض استقرار الأمن وإزالة التشوهات البصرية بالأسواق حسب ما قيل في الاجتماع ومنع التفلتات ما رأيكم حول هذه الخطوة ومدام انعكاساتها على الحراك في الشارع هذا الاجتماع يأتي بعد فرض أقوبات على قوات الاحتياطي المركزي من الخزانة الأمريكية كيف تقرؤون هذا الاجتماع ومخرجاته والله في حاجة موسفة يعني انه تنعقد يعني هذه الاجتماعات وتنفضأ وتفضل العقوبات يعني في مواجهة غوات داخلية يعني مهمتها محدودة جدا جدا منشأت يعني بقوانين نعم لكي تمارس نشاطا محدد يعني أن تظل هدف للعقوبات الدولية وغيرها هذا الاجتماع يذكر يعني باجتماعات الحرب يعني من هذه الماليشيات أستاذ بحسين؟ كلها دعم السريع على الفصائل المسلحة التي كلها محكومة ببندس وبند الترتيبات الأمنية المفروض يعني نجلزه من استحقاغات الشعب السوداني على السورة هو فيه واحدة مطلوبات السورة السودانية نعم الجوهرية والأساسية ولما يجد النظامي أنه هذه الترتيبات موجودة وما خاضع الانتلاف بل بالعكس الناس المفروض يخضوا إليها هم الناس اللي يتولوا عملية الأمن دي بس على خطرة جدا من ما أصبح ودي يعني محفز ومستفيز لمشاعر الشعب السودان ومتخلي يطلع أنا بقول لك صراحة يعني واحدة من المطلوبات وفقا حتى للوسيغة الدستورية ويفقا حتى لوسيغة الانقلاب ذاته للموقعة مع حمدوق وغيره كلها بتتكلم عن الترتيبات أنا بتتكلم عن ما فيها كلام زيدا الآن الناس الشعر بيتكلم عن قوات خيالية قوات غير معروفة التجاه ما معروفة إياه من وين بيترتكب جرائم بعضها بيرتكب يعني بيعمل حوايث في الشوارع هل هذه الأزمة مفتعلة أستاذ الله حسين؟ هل نستطيع أن نقوم بهذه القراءة؟ هل نستطيع أن نقوم بهذه القراءة؟ أزمة التفلدات الأمنية التي ذكرتها وأنت أيضا نصفت هذه القوات بأنها أيضا مليشيات هل هذا الأمر مفتعل؟ هو يعني نحن حاجة واحدة بيقول لك ما مفتعل والحقيقي هو النشاطة بيقول له الشباب ديل في الشوارع ده ما مفتعل ومعروف لأنه ديل ولادنا نحن الحل بتاعتنا أي حاجة ثانية ما دونه؟ ما دونه؟ حتى لو كانت مفتعلة ولا غير مفتعلة هي خطرة على المواطن خطرة على الأمن للنظام العام خطرة على الشارع السوداني الآن نحن نمواجهين بممارسات أصلها ما حصلت في تاريخ الشعب السوداني عاستاني سوقفة عربية يفكوا فيها غنب اللي ابتهاد من بان يسرقوا الحقيات اللي فيها ده حقيات حصلت يعني أنا أفتكر لحد هسي ما طلع السلطة ممثلة في أي شخصية شرطة العاصمة المزارة الداخلية المجلس السيادة غيره ده حسن ما طلعت بيانات بيقول والله الكلام ده ما حصل مستجح يعني أنتم أيضا في فترة فترات ألم تدعموا ما حدث في الخامس والعشرين من الأكتوبر لم تكونوا داعمين لهذه الإجراءات التي كم بها البرها نعم بس ما حصل أنتم لستوا مع هذه الإجراءات أنا أول حزب نعم أول حزب المواسطة نعم ساعة خمس وموص صباحا نعم أجلنا الإنقلاب ده من أي جهة إن جاء نعم أول حزب نعم يوم خمس وعشرين بلهم ما عارفوا حقيقة نعم حنا قلتك بسافر ماشي السعودية شايشة انتطيتها رب الله من أمريكا ده لي في إنقلاب جيت راجل اللي قيل تلفون من العربية ردت عليه جميع الحدث ردت عليه من سكاينيوس ردت عليه بالإدارة طوال نعم نحن ضد الإنقلاب الليلة وبكرة وبنقبال يعني حتى تكويننا منذ بداياته تكويننا أصلا ضد نعم عملية الإنقلابية من أي هاتين طيب سيد الحسين سأعود إليك سأنتقل إلى دكتور محمد النور كيف تنظر إلى هذا الاجتماع الذي نعقد بالاجتماع المشترك الذي أتى فيه الوالي وقوات الشرطة وانتهى بتشكيل قوات مشتركة وحسب وصفهم قالوا بأنه سيسعى للهزرة التشوهات البصرية بالأسواق وأيضا منع التفلتان هل هذه الخطوة يعني يمكن أن يكون لها إنعكاسات على الحراكة الثوري وعملية التتريس التي قمتم بوضعها كجدولة في هذه الأيام والأيام المقبلة طيب طيب النوع من الترتيبات البتقنبي والدولة والغيره نعم ممكن يحمل ثلاثة خطوط أساسية طيب في الأول هو المرتبط بأن كما تتكلم عن نزالة التشوهات والمشاكل الأمنية كداول حاجة زي ما يقولوا حل التشوهات والمشاكل المرتبطة بالأجهزة الأمنية نفسها ومشاكل البيئة يعني فيه ملاحظات بيقولوها المواطنين بشكل عام اللي هي وجود الماليشيات المسلحة داخل المدن وجود عربات بتكون بدون الواح وجود عناصر مدنية بتحمل سلاح وسط القوات دي كلها ما الآن بيقى جزوا من الأزمة القاعدمة بين المؤسسات العسكرية بشكل عام والمجتمع المدني وبالتالي أنا ما نتكلم بشكل عام أو مفترض إنه عندما تكون فيه اجتماعات مرتبطة بحل حالة قضايا أمنية في البداية الأولى إنه الأجهزة المفترضة إنها تكون ملتزمة بالانضباط وكذا إنها تعالج ما يليها لا رغم واحد رغم اثنين طبعا فيه تشوهات أصلا موجودة مرتبطة بالجريمة وتفلتات والعصابات وكذا وده في علم المواطنين خلال الفترة الفاتت كان فيه مشكلة حقيقية من عمليات السرقة والتجاوزات ده برضو بعد جنائي قانوني برضو أي جهة مهنية عندها دور في المسألة دي ده بالتأكيد مرحب بالدورة في إطار حماية المواطن نعم ده مسألة مطلوبة لكن الجالب الثالث الممكن يكون بمسل خطورة اللي هو إذا حاولوا ربطه بنشاط الحركة السياسي اللي هو مرتبط بإصغاط السلطة أو الحراك بتاع الشباب في الشارع بمعنى الشيء اللي يحصل الآن مثلا نحس الليلة اليوم الليلة في التتريس بمسألة أن يكون فيه مجموعات يشير مجموعة بتاع الشباب فجأة بدون أي فيه قانون الطوارئ والدوم سوبة تكون هي ذاتة لإجراءات دي تحت زريعة حفظ الأمن وكده تكون محاولة لضرب الحراك بتاع الشباب ورؤيتهم في اتجاه التغيير اللي هم ما عايزين له طبعا ده يبقى هذا واحد من المقاصد دكتور محمد وأيضا أريد أن أسألك عن التوقيت الذي عقد فيه هذا الاجتماع بعد فرض العقوبات من الخزانة الأمريكية ماذا تتوقع أن يحدث هل سيتم استخدام هذه القوات المشتركة لمنع التتريس الذي تم إعلانه بشكل واضح هم بنص الغرار ما شمل النقطة دي نعم أنا أقرأ التوقيت بنص منطوقك هو ما قال الكلام ده بالفعل الفعل بتاع الممارسات بتاع القوات النظامية هي محل الانتغاة نعم فيه كلام كتير ممكن تقال في الجانب ده من الممارسات وأنا أفتكر إنها هي مشكلة اللي هي إحنا ممكن نعددها لكن هناك مشكلة مفترض تتحل عشان كده أنا أقول لك إنه جزء من حل المشكلة الأمنية إذا كان المواطن عنده أزمات مختلفة عندها طابع أمني هي جزء منها بعملية الانضباط داخل المؤسسة نفسها وأنا ذكرت لك بدون تكرار بعض النقاط اللي أنا أركز عليها لكن مرت باحتبار إنه من حكم التجارب السابقة الآن في مئات المعتقلين موجودين تحيط قوانين بتاع الطوارئ واشتباه وغيرها وبالتالي إذا أصبحت هذه القوانين زريعة لأنها تأخذ الناس في اتجاه سياسي وغيرها بتبقى بالتأكيد إنها هي كالمتحق وريد بها باطن المزألة دي على مستوى التجارب السابقة ما كانت مشجعة لكن اللي يسفر عنه لأيامات الجاية هي بتوضح إنها هي فعليا لمصلحة المواطن بشكل عام في أطار الدور المهني واللي عندها أبعاد أخرى سياسية خلينا نشوف طيب أستاذ محمد حكم كيف تنظر لمخرجات هذا الاجتماع وأيضا تشكيل هذه القوات المشتركة وحسب قراءتكم لماذا تم تشكيلها الآن في هذا التوقيت وأيضا الوظائف التي أعلنها الاجتماع الذي خرج بأنهم يريدون إزالة التشوهات البصرية ومنع التفلتات يعني كيف تقرؤونها في هذا التوقيت هو استهداف استهداف للعمليات التزعيد القاعد يقوم بها الشارع السوداني ضد الإنقلابين إزالة التشوهات البصرية يعني شنو إزالة التشوهات البصرية بمعنى أنه أنا ما عايز في الطرقات أي متاريس موجودة أنا بالنسبة لي دي مظاهر مشوهة للوضع البصري للعاصمة الخرطوم أو لبقية المدن أنا في تقديري أنه هم يعني والي الخرطوم أركان حربه هم كلهم بالنسبة لنا ذلك يعرضوا بر الدارة نحن يعني هم جزء من المستهدفين بالإطاحة نعم ما معنين كثير باجتماعاتهم لأنه عندك توجيهات محددة ممكن تعمل بدون ما تطلع لنا خبر لضبط الوضع الأمني في البلاد الآن البلاد تعيش حالة بتاعت سيولة السودان الآن عاد إلى ما قبل الدولة نعم السودان الآن في حالة ما قبل الدولة في محاولة لهزيمة التمدن في تغييب كامل للقانون وسيادته في ضرب للنسيج الاجتماعي في محاولة حفز قبائل وتسليح ضد قبائل أخرى الآن يعود بين الإنقلاب إلى ما قبل الدولة نشهد سيولة اقتصادية سيولة أمنية نعم نشهد غياب كامل للسلطة الآن السودان ما دولة بالمعنى الأكاديمي المعلوم السودان ما دولة مجموعة اتحكمت بمقاليد السلطة ولا تمارس سلطة فعلية على الأرض لا تمارس يعني الرئيس الإنقلابي لم يخاطب شعبه في يوم من الأيام ما في رئيس ما خاطب شعبه من خمس أشهر انت رئيس على شنو لأنه يعلم تماما بأنه هو مرفوض من كل الشعب هو يخاطب فقط المؤسسة العسكرية لم يخرج في يوم من الأيام البوران مجموعات من الشعب الذي يحكمه بالقوة الجبرية هذا يوضح بأن الحاكمين مرفوضين من شعبهم وبأنهم سطوا على السلطة والآن يحكمون أنفسهم لا يحكمون السودان وأعادوا السودان إلى عصر ما قبل الدولة الآن الوضع الاقتصادي المزري يتحمله بشكل كبير وكامل الحكومة الثماني أشهر لقوة الحرية والتغيير تركت في خزينة البنك المركزي مليار ونصف مليار دولار 1.5 مليار دولار الآن البلد ما عندها احتياطي لا من الزهب ولا من النقد الأجنبي الآن الدولار كل يوم في سعر الصباح 700 الآن 800 بكرة 900 حالة بتاعة انفلات كامل للوضع الاقتصادي جوال السكر الناس مقبلة على رمضان جوال السكر كان بـ 23 الليلة بـ 33 بكرة بكون بـ 35 كل الأزعار كل ساعة هي في شأن كل ساعة وليس كل يوم فالحل الرئيسي أنه ليس في أن يجتمعوا الحل الرئيسي في أن يسلموا السلطة للمدنيين أنتم أتيتم بانقلاب وذكرتم بالحرف الواحد بأنكم تريدون إنقاذ البلاد من قوة الحرية والتغيير الآن قوة الحرية والتغيير قيادات موجودة في السجون بلا جنع بلا اتهامات بلا بلاقات موجودة في السجون قيادات وأنت تحكم وطوال هذه الأشهر الخمس لم تنجز أي إنجاز واضح سوى القتل اسمح لي أستاذ محمد حاكم تسليم البلاد لمن القوة السورية بأكملها ليس الحرية والتغيير فقط القوة السورية بأكملها إن قررت أن تستلم السلطة خلال 48 ساعة إن وافقوا على التسليم خلال 48 ساعة يعني مستعدين نجيبه زرانا مستعدين أنتو كقوة حرية تغيير حد كل القوة السورية بما فيها لجان المقاومة مستعدة لأنها تقدم كشف كامل عن طريق بناء القاعدة لكن هناك اختلاف هنا اسمح لي أستاذ محمد حاكم لجان المقاومة عندها ميثاق اسمه ميثاق سلطة الشعب أطلقته مؤخرة وهذا الميثاق أيضا كأن لكم تعليق أو رأي حوله نعم كيف يمكن تسليمكم السلطة الآن في ظل هذا وضع مختلف في مجموعة من المواسيق مجموعة من الإعلانات السياسية إن قرر العسكر أن يعودوا إلى السكنات أؤكد لك بشكل كامل أن هذه المجموعات السورية يمكنها الاتفاق خلال 48 ساعة ألا يمكنها الاتفاق قبل ذلك؟ ألا يمكن الاتفاق قبل ذلك؟ بالإمكان الاتفاق نعم والآن هناك اجتماعات مشهودة مع لجان المقاومة مع المجموعات السورية متعددة من أجل الوصول إلى إعلان سياسي وإعلان دستوري موحد لكل القوى السورية الموجودة في البلاد نعم وأين وصلت هذه الاجتماعات؟ متقدمة متقدمة بشكل جيد وفي القريب العاجل ربما ستبتدر قوى إعلان الحرية والتغيير بإعلان دستوري ومن ثم نناقش مع القوى السورية الأخرى كيفية التوافق على إعلان دستوري موحد لحكم البلاد المدنيين قادرين تماما على التوحد وتوحيد القوى السورية وقادرين على إدارة دفة الحكم إن عاد العسكر إلى السكنات طيب أستاذ يحيى الحسين هناك من يرى بأن الشوارع قد ترست والمواكبة قد سيرت أيضا ولكن لا استجابة من السلطات خصوصا وأن هذه المواكب تخرج بشكل دوري ومتسلسل منذ إجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر ما العمل أستاذ الحديد؟ والله يشوف يعني هي إذي واحدة من الوسائل وسائل المقاومة واحتقد إنها أحد من الوسائل الناجعة يعني مردودة ذاته ملموس يعني ما هي عملية يعني تقدر تقول عليها في الهوى يعني المردود بتاعه واضح ومنموس وهي عملت في المناسبة عملية بتاع حصار يعني واضح على المجنوعة الحاكمة في نفس الوقت هي عبأت الشارع يعني أو صارت لسان الشارع هؤلاء الشباب بيمثلوا الشعب السوداني تماماً يعني كل الأحزاب موجودة فيها كل الناس موجودة في المجنوعة الشبابية أو لغير المقاومة نعم وبالتالي هي مدعومة وبتعبر يعني يعني ما بقول لك إنه هو ما بتعبر عنه يعني هذه المسألة تلقييدة مكنونة في نفسه يعني إنه الناس ذلك الآن هي دي وزيرة المقاومة المطلوبة والناجعة والممكن تبشي لها قدام طيب حسب قراءتكم المظاهرات يعني تخرج بشكل بشكل دوي يعني وهناك جدول الآن موضوع حسب حديث دكتور محمد أغمار ربما هناك مواكب أيضاً أعلنتم عنه مكرا 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 والمواكب دي كلها يعني متوقع يحصل شنو يعني لأنه الفترة طالت ويعني لا استجابة يعني لا نرى أي استجابة من السلطات والمواطن بيسأل يعني إلى متى ستستمر هذه المواكب وإلى متى سيستمر الشباب في تتريس الطرقات والسلطات كأنها لا ترى وكأنها لا تسمى وتستمر في قمعها وأجمع استخدام القوى المفرطة السلطات ذاتها يعني تجدها مؤطرة في آلية ذات حكومة أو يعني جهة تجدها بتسائلة لأنه أصلا هم عملوا من البداية على عدم اكتمال آليات السلطة من البداية لكن هناك رئيس مجلس سياد ما علي شهور رئيس مجلس سياد لكن هناك غياب كامل للمؤسسة التشريعية بإصرار يعني أنه هذه المؤسسة ما تقوم وما جامت حتى حصل غيابة الحكومة والإنجلاب فإن المؤسسة التي أنت بتقدر يعني تسيطر بها على الآليات بتاعت السيادية والآليات التنفيذية نعم هي دي اللي نعم إذن المطلوب ما مطلوب بإنك أنت ترجع الناس يعني لأنهم يكملوا هذه الآليات ويبغلل الوثيقة لأن الوثيقة ذاتها بقت وثيقة معيبة أصلا هي معيبة وكذلك انتهكت في كثير من بنودها يعني نحن محتاجين أنه نحن نجي نقعد كلنا عجال نريد أن هذه المواسيق طلعت من لها المقاومة سبقتها أيضا مواسيق صادرة ومبادرات من جهات كثيرة كل يمكن تكون بتعبر عن الشعب السوداني كله لكن كلما أقدم أستاذ يحي الحسين يعني لم يجد قبولا حتى المبادرات الأممية التي تم التقدم بها لجان المقاومة كان الناس يقولون بأنها لا تملك برنامجا وهكذا الآن أطلقت ميساكا والميساك أيضا هناك حديث يدور حوله يعني ما هو الحال سبقتها كل المواسيق يجب أن الناس يقعدوا يعني يبتكروا آلية لمناقشتها مع بعض والخروج بمعنى نحن في حزبنا بنفتكر أنه المطلوب الآن يعني مخترحات أو مطلوبات محددة تستخرجها من الواقع الممارسة ومن الوسائق يعني نحن قلنا بسرعة شديدة أنه الناس يكون الحكومة بتاعت كفاءات هذه الحكومة يعمل لها برنامج اقتصادي إزعافي لمقابلة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة يسلمون الحكومة هناك لإنجازه فيما تبقى من فترة الانتقاء على أساس أنه منزيد فترة الانتقاء نعم لكن الآن لم يعد هذا الأمر ممكن ونعمل ترتيب لتنفيذ من الترتيبات الأمنية مباشرة وإنه تلغى المسارات الواردة في الاتفاقيات وتجمد كل النصوص الواردة في الاتفاقيات مثلا الديوبة المتعلقة بالمؤتمر الدستوري ده كله لأي عشان نجي نقعد نقعد في منصة تكون أساس لإنه تنتقل بها المؤتمر الدستوري عشان نجاوب على الأسئلة الأسئلة هي مفروضة الناس يجاوب عليها في مؤتمر هم يعني حتى الحكومة السابقة يعني جزء من المستحقات بتاعة الوثيقة اللي هي من ضمنها هذا المؤتمر نعم هل ممكن تشرك فيه الناس كونه ما مشت فيه مشت في مؤتمرات صغيرة قاصدة إنه الأجندة والله المحاور بتاعة المؤتمر الدستوري دي تفرغة في مؤتمرات من بعرف الحكم اللامركزي والإيه والإيه عشان تقول لك والله أنا أنجزت يعني أجندة المؤتمر الدستوري في المؤتمرات اللامركزي دي طبعا آمالية معقدة طيب داخل فيهم مجتمع الأغليم وداخل فيهم مجتمع الدولي نعم بشكل مباشر طيب وستزح وحسنهم وداخل نعم وستزح الحسين سأؤدوا لك دكتور محمد أنور يعني كيف تروض أيضا على ما يقوله كثير من الناس بأن المواكب يعني منذ خروجها والجدول التي وضعتموها للمظاهرات ليست أيام قليلة لكنها حتى الآن لم تؤتي أكلها يعني ما هو الحل برأيكم هل ستتجهون إلى مزيد من التصعيد حتى تنالوا ما ترادوا أم هناك أيضا خطوات أخرى يمكن أن تقوموا بها طيب أنا بس دائر يعني علق نعم على حاجة ذكرت بالتالي من المهم يعني أنا بحكم لجان المقاومة مدينة القرطوم حد علمي إنه التنسيقيات الموجودة حتى الآن ما عقد اجتماعات مع أحزاب سياسية نعم لكن أستاذ حكم قال يعني هو طبعا التنسيقيات مختلفة ممكن تكون على مستوى السودان لكن خلينا أنا دائما نجيب على ما يليني والبعرف والمتأكد منه لأنه من المهم جدا لسه الرسائل صحيح للشعب السوداني ونحدد له موقفنا شنوع عشان أنه يكون يكون واضحين ما وسطه ما في لفو دوران نحن عمليا نحن حسن الآن في الفترة الفاترة دي كلها شغالين على محورين المحور الأول هو يزغط الإنقلاب ويزغط الإنقلاب داخل استراتياتنا فيه سلمية كل الأدوات اللي نحن ممكن بنستعملها لمزيد من التصيد سلمية نعملها نعم قالوا شيلوا التاتريس خدتوا ما بعرف عصيان شالوا عصيان قعدوا في مديدكم موكب بدل شرون يمشي دي كله جوه البيت دي بقعدين نسمع وبنلعلم وبنمشي لقدام وفي موجهات أبانا وشعبنا وكده بنمشي فيه في الهترة عندنا استراتيجية سلمية لزغط الإنقلاب ده موقف واحد الموقف الثاني هو إنه نحن بنحاول نضع تصور وده ظهر على الأساس إنه نحن ساهم في العملية دي زاتة في إنه والله يا أخي إذا كان في أسئلة عند المواطن ها كان مشهو دي الحي منه الحي ويقع برنامج الأسئلة دي مشروعة جدا فنحن بنحاول من جانبنا نحاول نضع برضو تصورات أكثر مضوجا من الفكرة بتاعت الخروج للشارح فقط يعني يكون في بديل يعني تشيل ده تخط حاجة كويسة تشيل الكعب وتخطها كويس عشان الشعب يشيل برنامج بالظبط فنحن بعدين في المسألة دي قبالنا كانت في ولايات في المقاومة في مدني في مايرنو في معسكرات النازحين في دارفور طلعوا مواثيقهم فنحن الآن في المرحلة ماشيين في الاتجاه بتاع إنه نحن بننجط في شغلتنا دي زي ما بقوله نحاول إنه نقعد كلنا في النهاية وصولا لخروج ميثاق مرتبط بكل لجان المقاومة في السودان ده جنبا إلى جنب للعملية دي أي بعد ذاك في النهاية نحن أولاد الشعب السوداني ده أي حاجة في النهاية ما مطالبنا واضحة ما أفتكر إنه في زولة الآن في الشارع ما عارف إنه المقاومة في الشارع دي هدائر شنو ويزينا العملية نحن متحركين في هذه نحن عندنا مطالب محددة إذا جاء الخير لأهدنا نحن بنقول أمين طوالي وهو دي مربوط بحاجات محددة اللي هو سقوط المجلس العسكري والانقلابيين الدعموه من الميليشيات ومن القيادات المدنية دي مقترغة مواحد ومرتبط بالجيش السوداني القوم الموحد في إنه نحن لازم نعمل جيش السوداني قوم موحد قبل الانتخابات ما دارين الدمجة ديوش بشكل مهني وصحيح وسليم دارين جيش السوداني موحد ما دارين ماليشيات وعندها زراح سياسي وعندها ارتباطات خارجية والبلد تبقى مفرتقى زيحال تلا دولة دي دي مطالب واطها عندنا دم أهلنا وشهدانا والمصابين لازم يكون في الطربيزة ويكون واضح انه يرجع لهم حقهم ده اصلاح قضايا اصلاح عدلي هم يكونوا جزء من العملية دي بشكل واضح عندنا أكل عيش الناس حياتهم دي عشان يقدروا يعيش ويمشوا مع الوضع لازم يصلاح فيه واصلاح توفير حق فدي مجموعة ما بتتيم برضو في النهاية ان الفترة الانتغالية تحت حكم مدني خالص ما في حاجة شراكة حكم مدني واضح العسكر عندهم كجزء من مؤسسات الدولة نعم كجزء من مؤسسات الدولة عندهم دور في السلطة المدنية لكن السلطة المدنية الحكومة لكن السلطة المدنية هي سلطة مدنية خالصة هي اللي بتدير الدولة تاني ما في يعني الحالة بتاعته انه يكون الجناح المدني شغال بسياسات والجناح العسكري شغال بسياسات طيب دكتور محمد المطالب دي المطالب دي واضحة وريد ان اتحدث معك في النقطة الأخيرة هذه في عودة الجيش إلى السكنات حسب قراءتك للمشهد والمظاهرات التي سيرت وأيضا المجلس الذي يتعامل وكأن لا شيء يحدث مع المظاهرات التي تخرج هل تتوقع أن يسلم المجلس العسكري هذه السلطة للقوى الثورية ككل من أسميناها كما قال أستاذ حكم هو السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا دار يسلم هو بحاول يقول أنه يزيج باسم العسكر في الصراع نحن نفتكر أنه لا نصراع مع العسكر كمؤسسة كشرطة وكجيش وكجهات منظمة طبعا لدينا مشاكل مع الميليشيات نعم نفتكر أن هذه الميليشيات مفترض تقديم دمجها داخل المؤسسات قومية الدولة لكن نحن نفتكر أنه هذه حقيقة مجموعة من الإنقلابيين باسم الصراع ده والكنكشة بتاعتهم استحوازهم على السروة والسلطة بيزجوا الصراع بيننا وبين العسكر حسنا العساكر الموجودين يضربوا في المواكب وكذا مصلحتهم شنو من استمرار النظام الموجود نعم يعني هو حتى ذاته ما عندهم عائد مادي ولا عندهم شكل بيخلق لهم حتى نوع من الله ده صراع متوهم الدولة المدنية بيتيح للمؤسسة العسكرية كما باقي المؤسسات دور أساسي عشان ترسم دولة عندها سياسات تمشي بيها بحاجة موحدة شكل واضح نعم بتختطف المزأ الذي عن عمت وبالتالي دي مجموعة بتاعت قلة لكن للأسف الشديد عندها ارتباطات خارجية عندها مصادر تمويل بيتجارة وعندها سلاح ممتد وعشان كده هي مكنكشة في الوضع ده لا تريد ان تسلم السلطة نعم دكتور نعم بنفتكر انه الحل انه المجموعة دي تمشي تبتعد عن السلطة وتسلمها بعد ذاك المؤسسات السودانية دي هي بتقدر تصل لتوازن بيقدر يقود البلد سأعود اليك دكتور محمد يعني الحلقة في نهاياتها في دقيقة يعني بعد خروج هذه المظاهرات وايضا تمسك قوات الاجراءات التي قام بها البرهان هو السلطة الحاكمة الآن بكراسيها وعدم تقديم استكالاتهم او تسليم السلطة بعد خروج المظاهرات وايضا هناك من يرى بأنه يعني ماذا يمكن ان يحدث ما العمل برأيكم العمل بالنسبة لنا هو مواصلة الضغط الجماهيري من اجل تسليم السلطة خياراتنا هي خيارات معلومة للجميع هي خيارات المقاومة السلمية وادواتها نحن لن نلجأ في أي وقت من الأوقات لاستخدام سلاح نعم الخيار اللي كان موجود أيام التجمع الوطني الديمقراطي الآن غير مطروح تماما على الطاولة والاتفاة الشعبية المحمية بسلاح نحن الآن نمضي مع جماهير شعبنا نمضي مع اللجان المقاومة اللي هي بتمثل وعاء يعني وعاء شامل موجود فيه حتى التيارات السياسية وزي ما سبق وذكرت عندنا تواصل معهم عندنا نمازي مشرف في الولايات الشمالية وقعنا ميساق كتلة التحول المدني الآن في ولايات أخرى يجري العمل ما بين قوى الحرية والتغيير وكل القوى السياسية مع اللجان المقاومة لإخراج ميساق موحد لكل السودان قد يكون دكتور محمد في محلية الخرطوم لا لا لم نصل محلية الخرطوم هناك محليات أخرى في الخرطوم جلسنا معها هناك ولايات توصلنا لميساق موحد مع كامل القوى السورية في الولاية فوحدة قوى السورة بالنسبة لنا هدف أساسي ما يمكن أن نقول لناس دكتور محمد نحن ما عندنا ما عندنا إشكال في التعامل مع ميساق سلطة الشعب لكن عندنا تنقيحات مهمة لأنه نصف رايق عند أخيه يعني أنا بالنسبة لي مفوضية مكافعة الفساد هذا شيء ما المنتظر من السورة لأنه المنتظر هو التفكيك بنية النظام السابق بإنتاج للجنة تفكيك التمكين لأنه التمكين السياسي لا يمكن تتعامل معه بدون أدى سياسية تنقيحات التي ذكرتها أستاذ محمد حقا في الميثاق أريدك أن توضيحها لي بشكل واضح هل هي لمشاركة قوى الحرية والتغيير في السلطة هل بخصوص هذا الأمر أم ماذا يعني؟ نحن ما ورد من تقديم اعتزارات عملنا ندوة في شنبات ويتكلم الأستاذ خالد خالد عمر وزير نحن نتحمل تبعات الفترة الماضية من مشاركتنا للعسكر نحن طلعنا قرارات وبيانات بأن الشراكة مع العسكر كانت في ذلك الوقت هي أفضل الحلول المتاحة على الطاولة لكن الآن وضح بأن الشراكة مع العسكر هي خطأ ارتكبناه ونعتزر عنه وإنه لا بد من العودة إلى الحكم المدني الكامل وإعادة العسكر للسكنات ما نطلبه من تنقيحات متعلقة بأشياء محددة بعودتكم إلى الحكم؟ نحن جزء من القرارات الأصدرناها أنه لن نكون جزء من أي حكومة مقبلة ما قبل الانتخابات بنجيب الانتخابات حكومة كفاءات وطنية مستقلة إذا ما هي تنقيحاتكم مستقلة؟ نحن نتحدث عن آلية سياسية لإزالة التمكين 30 سنة لا بد من استصحاب مثل هذه النقاط الجوهرية في بناء الدولة ما حدث اليوم مثلا بإعادة فك الحظر عن مئات الحسابات الشخصية ومئات الحسابات الحسابات الشركات فك الحصر فك الحصر عنها من البنك المركزي هو محاولة لإنتاج النظام البايد من جديد نيعادته من جديد طيب استاذ محمد حكم اسمح لي نعم استاذ محمد حكم هذه ضرورة قصوى اسمح لي استاذ محمد حكم يعني الحلقة في نهايتها سازحي سأتيح لك أيضا فرصة الرد في ختم هذه الحلقة يعني ماذا تتوقع أن يكون الحل يعني في هذه الفترة في ظل هذه الاختلافات الكثيرة التي نراها الآن لا أفتكر أنه الحل العملي نعم أول حقيقة واحدة تقوى الثورة دي مهمة جدا انه الناس يلتقوا كله أنا ما أفتكر أنه يعني دي مساء المستحيلة نعم وأفتكر أنه الناس محسين فيها وحيصلوا فيها نعم لأيام يعني مهما أفتكر أنه المطلوب ليس مؤسير يعني كبيرة هناك مطلوب مطلوبات محددة يمكن أن تصاق فيه ورقة واحدة مطلوب مثلا إنجاز مهام الانتغال لما تبقى من فترة الانتغال يعني ما نقول نمدت في الفترة نحدد شنون مطلوبات المطلوبة نعم نحدد بياته كيفية دي نحن عندنا فيها رأي واضح ومحدد يعني إنه تتكون حكومة تحت كفاءات مستغلة رغم إنه نحن الميار بتاع مستغلة ده في بداية الثناء كنا ضده يعني ضد الميار جابنا اسحمدوك زاك وقلنا الكلام ده من قبل ما يجروا لكن الآن افتكر فيها الضرورة إنه هم يجوا كفاءات مستغلة وبرنامج محدود يعني شامل نعم نعم لإنجاز هذه المقابلة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعني وصلت حد يعني بقى خطير الممكن يؤدي للسودان وأنا اعتقد إنه كتير من القوة الوالغة في العمل السوداني دوب بالدخل الصابع بيت عبس يعني كان عندها دور في الشغل يعني حتى الغرارات الأخيرة نعم صدرت برد كان جزء منها ساهم في زيادة سنة الدولار في السوق بدون مبرر إلى أسعار كبيرة نعم شكرا جزيلا لك أستاذ يحياء الحسين رئيس حزب البعث السوداني شكرا لحضورك معنا اليوم في هذه الحلقة من دائرة الحدث شكرا جزيلا لك كما أشكرك أيضا دكتور محمد أنور متحدث باسم الجام مقاومة مدينة الخرطوم شكرا لحضورك معنا اليوم في هذه الحلقة شكرا لحضور itísه يمتد شكري أيضا إلى أستاذ محمد حكم عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير شكرا لحضورك أيضا شكرا turnedQue كما أشكركم مشاهدين الكرام لمتابعة هذه الحلقة من دائرة الحدث التي خصصناها للحديث حول تترس الشوارع جدلية السلطة والثورة تحياتي وفريق العمل إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر